أعنت وسائل إعلام أمريكية على رأسها شبكة CNN أن المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة جو بايدن قد أصبح الرئيسة السادسة والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية بعد فوزه بأصوات ولاية بنسلفينيا الحاسمة وبفارق 30 ألف صوت على الأقل عن منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب وبالتالي حصول بايدن على أصوات المجمع الانتخابي في هذه الولاية والكافية لإعلان فوزه إلى ذلك تتواصل عملية فرز الأصوات في عدة ولايات هي أريزونا ونيفادا وجورجيا وكان بايدن ألقى كلمة في وقت سابق دعا فيها الأمريكيين إلى الوحدة والطلاق والتغلب على الغضب وذلك في ظل الانقسام الشديد الذي تعاني منه البلاد من جهته دونالد ترامب اعتبر عبر تغريدة على منصة تويتر أنه فاز بهذه الانتخابات وفي أخرى أن جو بايدن يجب أن لا يعلن الفوز بشكل غير شرعي مضيفا أن بإمكانه أن يعلن ذلك أيضا مع التأكيد على أن الإجراءات القانونية بدأت في إشارة إلى الدعاوى القضائية التي لوح بها بعد تشكيكه المتواصل بنزاهة هذه الانتخابات ترجمة نانسي قنقر